شحاته المقدس نقيب جاميع القمامة النهاردة محكمة جنايات الجيزة اجلت قضية حبيب العدلي حبيب العدلي في قضية اموال الدخلية اخدار اموال الدخلية وصرقة اموال الدخلية كانت محكمة الجنايات اصدرت حكمها على حبيب ابراهيم العدلي ونبيل سليمان اللي هو نبيل خلف اللي هو كان بيجيب عيال تكتب له اغاني وحط عليها اسمه ويقل في سينما وبتاعه وانا قلت قبل كده انا حبيب العدلي استغل اموال الدخلية في انتاج السينما عن طريق نبيل خلف نبيل خلف ما كانش يعني كان رجل المعجزة كان صبي حبيب العدلي وكان هو اللي بيحط له الاموال في شولة وشمط كبيرة ويحطها ويوردها ويطلعها في حسابات برا وعايز اقول لكم وعايزين تقرفوا صوت حبيب العدلي ابحثوا عن نبيل خلف هو مزجون مع حبيب العدل لكن هو الرجل المعجزة الصبي المعجزة اللي ادخل اموال الدخلية الى السينما المصرية والى الغناء والموسيقى لاول مر وهنا قصة اسطورية نبيل خلف اسطورة اسطورة بجد وهو يمكن اللي كتب اسمه على فيه اغاني بتاعت الاغناء الواقل الجسار بتاعت مدح النبي والشريف وكان احد الشعراء الشبان مقلفها ونبيل خلف حط اسمه عليها يعني موضوع يا دماعة يعني يزكم الانوف بجد هو صبي معجزة يعني هو كان سامير عبقادر والمهم المحكمة كانت حكمت ايه حبيب العدلي يرد مبلغ شوفوا ما تتخدوش خمسمية تسعة وعشرين مليون جنيه وتغريمه بمبلغ مساوي يعني مليار دخلت في مليار وستين مليون وعاز لجميع المتهمين عن وظائفهم وعايز اقول لكم بقى الفلوس دي كانوا حطينها تحت بند حوافز مكافئات يا لهوه على البلد ده البلد دي استحملت على الافة كتير اه انا حمود هو اسم المصور الجديد ايه سالم شا السالم اه سالم اه زاكر السالم منورني والله اه ده اول مرة يا جنة اول مرة يا جنة اول مرة يا جنة ماشي منور والله العزيم مين اللي يا حبيب العدلي ماشي استاذ اه زازو احنا هنخرج امتى انا انا طبعا اه كل شوية لقي توربيني اطفال في حتة دي مأساه تجمع نفس الحكاية بدر اه اسمها السلام ثم الرحاب توربيني بدر والرحاب ايه لهو يا لهوه حتى الاماكن الراقية بقى فيها توربيني يعني مغتصب اطفال اه النهاردة اه موظف على المعاش قاتل اطفال الاربعة وقف المحكمة يقولهم انا ربكم الاعلى طبعا هو عمل كده عشان يتقال علي انه لا سعب وانه نفسيا مش مزبوط لكن اه مش هيخيله على المحكمة شكرا